فأول الفقرة عايزين نبتدي بما يتسر من آيات الذكر الحكيم إن شاء الله إن شاء الله القراءة ستكون من آخر سورة سيدنا هود عليه السلام مع بي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرامها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل من عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم